السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة المهندسيين الوطنيين معاكم المهندس حسين الفيسي وجولة جديدة من جولتنا في العاصمة الإدارية الجديدة النهاردة 2 يوليو 20-22 حاليا أنا موجود على محور من زايد الجنوبي زي ما شايفين قدام حضراتكم تحت مني بالضبط الطريق الدائري الأوسطي هناخد جولتنا ان شاء الله تعالى على فيديوهين الفيديو الأول من الطريق الدائري الأوسطي لحد منطقة الأعمال المركزية وانا هتوقف عند الطريق الدائري الأقليمي الفيديو التالي بإذن الله تعالى هناخد من عند الطريق الدائري الأقليمي ومرورا بمنطقة اللي ده ونتاون لحد منوصل منطقة المال والأعمال أو منطقة البنوك منطقة البنوك أول حاجة بنقابلها قدام حضراتكم كده كنباوند لافستا سيتي كنباوند كل فيلات تقريبا مسحته ألف فدان وكنت صورته أكتر من فيديو قبل كده الناس ممكن ترجع للفيديوهات القديمة تلاقينا كنتم صورهم أكتر من فيديوهين ثلاثة تقريبا أول حاجة بتقابلنا تاني على محور مزاد الجنوبي البوابات العملاقة اللي قدام حضراتكم دي كده اللي تعتبر خلاص انتهت أو الأعمال فيها شبه منتهية خلاص يعني شوية رتوش كده والأعمال تنتهي فيها زي ما حالكم شايفين كده ده المدخل الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة لسه طبعا الأعمال ما انتهتش هنا لسه فيه رمل وفيه شوية تخطيط في الطرق هتتعمل وبعض أعمال اللاندسكيب على قدينا الشمال مسجد الفتاح العليم زي ما حالكم شايفين في الصورة والبوابات العملاقة الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده البوابات دي موجودة على جميع المحاور والمداخل الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة سواء على محور بنزاد الشمالي أو المحور بنزاد الجنوبي أو محور الأمل أو الطريق الدائري الإقليمي من الشمال ومن الجنوب دي طبعا قلنا قبل كده أن هي بوابات رمزية كده حاجة ديكورية معمولة في مداخل العاصمة الإدارية الجديدة عشان الناس بعرفة حدود العاصمة بالضبط العاصمة الإدارية المرحلة الأولى منها 40 ألف فدان والمساحة الكلية ليها 170 ألف فدان من المقرر أن هي تستوعب 7 مليون نسمة إن شاء الله تعالى قلنا للأحياء السكنية في المرحلة الأولى هي من ابتدام من R1, R2, R3, R4, R5, R6 6 أحياء سكنية خاصة بالدولة التي تقوم بإنشاءهم عندنا الحي السكني R7, R8 ومناطق المستثمرين دي كده مناطق خاصة بكمبوندات لشركات خاصة هي اللي شغالة فيها زي ما حالكم شايفين كده البوابات تعتبر خلاص اللي عمال فيها شبه منتهية بقى شوية تزبطات في الطرق بإذن الله تعالى والدنيا خلاص تكون خالصانة من المقرر أن افتتاح المرحلة الأولى بإذن الله تعالى المفروض 36 القادم هيكون افتتاح منطية الوزرات طبعا كان يوم أول مبارح كان فيه زيارة هنا الرئيس مجلس الوزراء وكان عامل اجتماع مع السادة المحافظين في مبنى رئاس الوزراء وده معناه أن خلاص الوزراء والمحافظين بدأوا أن هما يدخلوا الوزراء والدنيا بدأت تشتغل هنا في العاصمة الإدارية الجديدة طبعا فيه ناس كتيرة مش حاسة أنه فيه شغل ظاهر في العاصمة لأن طبعا المساحة كبيرة جدا مساحة العاصمة المرحلة الأولى احنا قلنا 40 ألف فدان وبنتكلم في مناطق شاسعة بجد مناطق كبيرة جدا بنتكلم فيها في المرحلة الأولى فممكن حجم الشغل أو حجم الشغل كبير جدا بس ممكن مش ظاهر لأن طبعا زي ما قلنا نحضركم بساحة شاسعة على قدينا الشمال منطقة النهر الأخضر بامتداد الطريق اللي احنا مشين فيه بينحصر النهر الأخضر بين محور بنزايد الجنوب اللي أنا ماشي عليه دلوقتي ومحور بنزايد الشمالي في الجهة المقابلة لنا محور بنزايد الشمالي عليه من مصار بتاع المونوريل زي ما حالكم شايفين بعد أعمال التشجير على الطريق زي ما حالكم شايفين بدأت تظهر كده أصد منينا بالزبط كده بعد كومباوند لابستا سيتين في منطقة فاضية خالص لسه ما اشتغلوش فيها المفروض ان هي منطقة الأر فور هتكون أصدنا بالتحديد في المنطقة اللي أصد منينا بالزبط بعد منها على طول منطقة الأر فايف وده مسجد الشهيد رقم واحد أول حاجة بنقابلها على قدينا الشمال على محور على منطقة النهر الأب زي ما حالكم شايفين كده في الصورة دي بدأت تظهر منطقة الأر فايف أو جاردن سيتي الجديدة العمرات دي شكلها جميل جدا وان شاء الله هنأخد جولة فيها الفترة اللي جاية بإذن الله بحس ان احنا ربما متابعين كل الأعمال الخاصة بالأحياء السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة ونكدنا ان احنا صورناها أكثر من المرة بس طبعا بنتابع الأحداث وبنتابع المستجدات في جميع المناطف العاصمة الإدارية الجديدة دي كده منطقة الأر فايف بدأت تظهر قدام حضرتكو طبعا منطقة الأر فور زي ما قلنا ان لسه مشتغلوش فيها خالص مفيش غير كومبوند لافستا سيتي في مدخل العاصمة وبعد منها في منطقة فاضية المنطقة الفاضية دي بعد منها على طول منطقة العمرات القدام حضرتكو دي منطقة الأر فايف زي ما قلنا حضرتكو قبل كده ان المحاور الرئيسية في العاصمة الإدارية الجديدة كلها محاور واسعة زي ما حالكم شايفين في الصورة فيه ناس بيقولوا ان الطريق صغير لا الطريق كبير بيسعى لخمس حرات ويبعد منه على طول فيه طريق خدمة بعد الشجر اللي قدام حضرتكو ده كده في الاتجاه الثاني بيسعى لحرطين او لثلاث حرات الطرق الاول محاور الرئيسية كلها في العاصمة الإدارية متخطط لها كويس جدا الكلام ده مش هيزهر غير بعد الرملة او الراتش اللي قدام حضرتكو على الطرق ده كله هيتشال هتبدأ الطرق تظهر لما الطرق تتخطط كمان هتظهر اكتر واكتر زي ما حالكم شايفين كده في الصورة بدأ منطقة الاعمال المركزية تظهر في الصورة منطقة العشرين برج اللي المعروفين من ضمنهم الاشهر برج فيهم هو البرج الايكوني بارتفاع 385 متر بدأ تظهر في الصورة طبعا على ايمان الطريق زي ما حالكم شايفين في الصورة منطقة الفاضية بين منطقة الارفايف والارسكس اللي على الطريق وصلنا على طول مباشرة دي من المقرر ان هي هتكون برضو كلها منطقة ابراج ده هتكون المرحلة التانية ان شاء الله تعالى بالاضافة لمنطقة الام يوسفين على محور منزايد الشمالي دي برضو هتكون منطقة ابراج بدأ يظهر من هنا مسجد الشهيد رقم اثنين قدام حضرتكو في الصورة زي ما هو معروف ان فيه على محور منزايد الجنوبي تلت مساجد كبيرة الشهيد رقم واحد ورقم اثنين اللي ظهر في الصورة وبعد كده رقم تلاتة اللي عند الجامعة الالمانية في نهاية قبل الطريق الدائرة الاقليمية مباشرة دول كلهم من ثلاث مساجد موجودين على محور منزايد الجنوبي بمحاذاية منطقة النهر الاخضر طبعا النهر الاخضر برضو ماشي بطول المسافة او طول المصار اللي انا ماشي فيه ده كله بطول عشر كيلو متر وبمساحة الف فدان ومن المقرر ان هو هيكون فيه جميع الانشطة الترفيهية والرياضية والثقافية وهيكون امتداد او سلسلة من الحدائق المركزية موجودة في قلب العاصمة الادارية الجديدة هيكون متنفس لسكان العاصمة والكل المرتاد العاصمة الادارية الجديدة بدأ تظهر منطقة العمال المركزية ازا ما حدثكم شايفين في الصورة اكتر واكتر وكلما منقرب منها الصورة بتتضح اكبر وبتكون احسن طبعا زا ما حدثكم شايفين البرج الايكوني ظاهر خالص الوجهات الزجاجية فيه تعتبر خلاص على وشك الانتهاء زا ما حدثكم شايفين في الصورة كده ده المساكن البيضة دي الخاصة بالعاملين في منطقة الابراج التابعة للشركة الصينية كل دي المساكن الخاصة دي حاجات مساكن موقعتها بعد انتهى الاعمال المفروضة انها تتشال كلها ويتعمل مكانها لاند سكيب كده في المكان ده كده زا ما حدثكم شايفين شغالين برضو في اعمال لاند سكيب في محور من زايد الجنوبي والبرج الايكوني بدأ يظهر في الصورة زا ما حدثكم شايفين الوجهات الزجاجية بتاعته تعتبر خلصانة يعني بنسبة تسعين في المية او خمسة وتسعين في المية وبقى الابراج العشرين برج كلهم الخرصانات اعمال الخرصانات كلها انتهت اعمال انشاية تعتبر خلاص خلصانة فيه بدأوا ان هما يخلصوا يشطبوا الوجهات الزجاجية الخارجية بالاضافة للتشطبات الداخلية للابراج زا ما حدثكم شايفين في الصورة بسم الله ما شاء الله طبعا احنا متابعين مع حضراتكم من بداية المشروع هنا كل يوم بنيجي هنا بلاقي حاجة جديدة اعملت المنظر بيفرق كل يوم عن اليوم اللي قبله في محطة بنزينة قدام حضراتكم برضو موجودة هي في الصورة المادة مسجد الشهيد رقم 3 بعد منه على طول مباشرة الجامعة الالمانية شغالة حاليا وفيها طلبة يعني العاصمة الادارية الجديدة فيها كمية جامعات بسم الله ما شاء الله كويسة جدا خلاص كده احنا داخلين يعتور داخلين على محور على الطريق الدائري الاقليمي دي كده قدام حضراتكم الجامعة الالمانية موجودة هنا اه بعد منه على طول الطريق الدائري الاقليمي قدام حضراتكم في الصورة دي هتكون نهاية جولتنا النهار ده ان شاء الله هنكمل بكرة بازن الله تعالى